السلام عليكم مرود ومرحبا بكم معي في وصفة اليوم يوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة طبيعية وصحية وفي نفس الوقت لديدة للصغار والكبار وهي عبارة عن ألواح الطاقة أو حلويات الطاقة يمكن لكم تستعنوا بهذه الحلويات إذا كنتوا خارج البيت ديلكم بشك دا كتمدكم بالطاقة بشتعرفوا الطريقة والمكونات بسم الله على بركة الله عندي 250 جرام من رقائق شوفان بالنسبة لكمية نعطيتكم كمية بسيطة إذا بتضعفوا الكمية يمكن لكم ضعفوا المقادير عندي كذلك 100 جرام ديال الزبيب أي العين بالمجفف و100 جرام ديال القرقاء أي عين الجمل و100 جرام ديال اللوز و200 جرام ديال العصر الطبيعي و60 جرام ديال زبدة و20 جرام ديال البافو وكذلك 20 جرام ديال زرية الكتان و20 جرام ديال زنجلان أي سمسيم بسم الله على بركة الله الطريقة كناخد العسل والزبدة ديالي كندرهم في طنجرة اللي كتكون على نار مهيلة وكنخليهم كيدوبوا على نار مهيلة كيف ما كتشوفوا معايا كناخد القرقع ديالي وكنهرسوا في المهراز كيف ما كتشوفوا معايا وكذلك نفس الشيء بالنسبة للوز ومن بعد كنم بدأ نضيف جميع المكونات اللي ذكرت ليكم على الزبدة ديالي والعسل اللي دابولي على نار مهيلة وكنم قل حرك فيهم حتى كيتجمعوا لي كل هما ديك المكونات وكنزولهم من فوق البوطة بسرعة بشاكدة ما كيحترقوش لي ما كتحترقش ديك الزبدة والعسل من بعد كنجيب واحد الطاوة اللي كانكون مفرشة لها دك عفواً ورق الزبدة كنصرح طبقة ديالي ديال الخليط ومن بعد كندخلها للفرن مدة 10 دقائق حتى كتجمع لي حتى كتجمع لي الحلوة ديالي وكنمشي كنعدل في ديالاتنا القاناش اللي كانستعمل فيه 150 جرام ديال شوكولاتة السوداء وكذلك كانستعمل فيه 30 جرام تاعل القشدة السائلة وملعقة ديال القليكوز أو الناباج على حسب اللي متوفر عندكم كان ناخد الكريمة السائلة ديالي 60 جرام كانديرها فوق النار حتى كنتغله من بعد كانضف على الشوكولاتة والناباج وكنبقى كنحرك فيهم جيدا حتى كدوب ليا الخليطة ديالي كلها يعني كيدوب ليا الشوكولات مع الكريمة السائلة والناباج كذلك وكنحصل لها واحد قاناش متماسكة بالنسبة للقاناش أنا نتقيدوش بها الطريقة ديالي يمكن لكم اي سيدة تدير طريقة ديال اللي كنتستعملها بالنسبة للقاناش من بعد ما كندوب الشوكولات ديالي كنصرحها على الوصفة ديالي اللي كتابت لي عشرة دقيق في الفرن ومن بعد كندخلها تقريبا عشرة دقيق للتلاجة باشا كده كنتماسك ليا القاناش وكنقطعها مكعبات صغيرة او مربع صغيرة على حسب الرغبة كنجيب واحد البواطة اللي كتكون يعني كتتغلق جيدا كنستفى الطبقة الاولى وكننفرقها بالورقة ديالي الزبدة حتى كنكمل طبقة ديالي هذا هو الشكل ديالي اللي كنحصل عليها بالنسبة للوصفة احتفظوا بها في التلاجة مدة اسبوعين او ثلاثة اسابيع وكنتخذوا منها وحده اللازوج إلا كنتوا خارجين باشا كدير احسطوا بجوع كنتخذوهم كانت منها وصفة اليوم تنال إعجابكم